كثير من الأصوات يا شاحب المنعم الشحات في الفيسبوك وأيضا بعض منصات الإعلامية سواء في الدول العربية أو حتى في الدول الأوروبية يحاولوا أن هم يجبروا أهل فلسطين فعلا إلى النجابي أنفسهم حتى ولو إلى حين ويخرجوا سواء إلى سينة أو إلى غيرها من الأماكن كيف ترسل ذلك؟ أولا نقول لهم ما احنا جربنا احنا جربنا في الأندلس خرجوا إلى حين وإلى هذا الوقت هذا الحين لم يأتي صحيح جربنا في فلسطين في الموجات الأولى خرجوا إلى حين وإلى ذلك الوقت ذلك الحين لم يأتي يعني هو على فكرة ما تيجي تحسبها حساب مجرد لو أن المسلمين بحسابتهم المجردة تماما شايفين أن الحين ده قريب وأنه لو خد خطوة الوراء كده حيستعد ويرجع لكن الواقع غير كده لا عهد لهم ولا أمان ده هنا احتلال إحلالي أنا بجيب سكان مكان سكان نعم مش أنه حتى قوة عسكرية رجع لها وراء شوية واستعد ورجع تاني وده على فكرة برضو له له أثر كبير لأنه أحد الانتقالات الموجهة لإخواننا في فلسطين عموما وفي غزة خصوصا أنت ليه ضربت في المستوطنات نعم باعتبارهم مدنيين إحنا بقول لهم الإسلام من قبل ما انتوا تعملوا كده ما كان انتوا اللي بيحارب حد بيأتي على الأخضر واليابس كان الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لصحاباتي رضي الله عنهم لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا صبيا وإذا بررتوا بمن قطعوا أنفسهم في الصوامع فاتركوهم يعني معنى قريب جدا من معنى المدني اللي بيتقال دلوقتي صحيح يعني كل ما لا يخلق الإسلام إذا هي أخلاق الإسلام أصلا وكانش فيه بقى جيوش نظامية وده عسكري وده مدن كان بيقول لهم اللي هو لا بيقتلكم ولا وارد أن يقاتلكم دعوه مع أنه بيقتل قومه مع أنه فيه معركة فده الإسلام إذاك لما خرج الصوت حتى من داخل إسرائيل يا شهر بنعم فيما مسألة أنت إزاي تعتدي على المستشفيات والمساجد والكنائس وتعتدي على العزل وعلى الأطفال وعلى الكبار كان رده أنه يقول له لا ده هم اللي بدأوا بيقطع رؤوس الأطفال وفصل الرؤوس عن الأجساد واختصاب النساء حتى يبرر ما يفعله هو الآن في غزة إحنا بقى نفرق بين الأكاذيب دي وبين الواقع إحنا لدينا واقع أنهم بالفعل هجام المستوطنات هل مهاجمة المستوطنات يسمى أنهم اعتدوا على المدنيين طيب أنا عايز أقول فرض جادة لي كده أنا جات لكوة عسكرية قوية جدا لبلدي وراحت منزلة شوية ناس سكينتهم ومعهمش سكين أحد أنا بقى أحرر بلدي دي إزاي أقتلهم تقول لي دول مدنيين طب فين العسكرين اللي أقتلهم على فكرة ده وضع إسرائيل كده تقريبا الجيش في السكونات وحطط لك مين قدامك المستوطنات فالمستوطن اللي جاي عارف أنه هو اغتصب أو في قوة عسكرية اغتصلت له هذه الأرض يبقى هو ده اللي أنا ده من قتل هدون الأرضي فهو شهيد ده ده رجل مسلم وجه خد أرض كده بالقوة وأنا قدر أزقه وحزقه صحيح فإذن ليش المستوطنين المدنيين بالذات بقى أن الإسرائيل بقى إسرائيل في 48 كان عدد مقاتليها أكتر من عدد سبع جيوش عربية مجتمعة ليه؟ لأن كل يهودي في فلسطين كان مقاتلا وإلى يومنا هذا بصورة أو بأخرى ولذلك هو ليه؟ ليه للأغنياء اليهود في أوروبا وأمريكا مش عايزين يروحوا في فلسطين مش عايزين يروحوا في فلسطيني التاريخية اللي هي جزء منها التاخد وبقى اسمه إسرائيل وبقى دولة ومعترف بها بالعمل المتحدة إلى آخره لأنه عارف أنه رايح هو مقاتل شاء أبا صحيح مشتغل دكتور مشتغل مهندس مشتغل حيوة مقاتل نعم فإذن ويعلم يقين أنها ليست أرضه نعم فإذن ما كانش فيه عدوان نعم من الإخواننا على أنهم قتلوا ما يسمى بالمدنيين نعم ومع هذا حتى هم كان عندهم استعداد يبدو تفاهم في هذه القضية طبعا عشان الأكذوب أو عشان موضوع أنه يسمي المستوطنات دي مدنيين وانت اعتذيت عليهم طب هو أمريكا لما يعني عملت حرب بتحرير ضد إنجلترا يعني هم الاثنين يعني من جنس واحد ومن ملة واحدة عملوا إيه؟ هم راحوا وقعدوا يدوروا على الجنود يعني أصلا أنا بقتل اللي هو أخذ أرضي نعم عسكري بقى مدني هو كده بقى عسكري ووقعيا فأنا هم طلعين أكذوبة قطع الرؤوس طب فين يا أخواننا الصور دي نتنياهو وراها البايدن كده يعني بس في جلسة خاصة بعد كده هم الطلوية تراجعوا بس بعد ما هو برضو دايما بيعتمد إن كتير من الناس متابعيته للأحداث بتكون في إيه؟ الأخبار الأولانية الساخنة نعم فكده هو صدر للعالم الغربي أن حماس بدأت أو إن فصائل الجهاد عموما بدأت بإنها ضربة المستوطنات دي أي واحد عقل يفكر فيها طب هم دول إيه؟ أنت حتى مسميها مستوطنات يعني حتى مش دي الجزء لقرارات الأمم المتحدة عتطالك طيب أناك لا أقوى قطعوا رؤوس الأطفال طيب فين بقى الصور؟ حتى يكون لهم مبرر في الرد يعني بعد ما قالها وبرر بيها الرد العنيف بتاعه لو بقى بيدك رؤوس الأطفال أو رؤوس كل من في المبنى بدأ يقول لا 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 إحنا ما قلناش نعم لا إحنا قلنا لا ما قلناش قلنا لا ما قلناش إلى آخره نعم بل إنه الآن أنا شفت على الإنترنت شهادات لناس من سكان المستوطنات نعم بيقولوا إن المسلحين دول اللي هما بتوع الحركات الإسلامية المجاهدة كانوا بيعملوا عملات ضد العسكرين بقى بالتعريف اللي هما عايزينه نعم واضطروا يستخبوا عندهم دخلوا واستأزنوا ومثلا لو حد عايز يشرب كوبات مية يقول بعد إذنكم حتى هي اللي بتاكل فتات موجودة نعم إنها مستغربة جدا حد مدجج بالسلاح ويستأزن ويحتاج يستأزن في كوباية مية أو نعم يعني طوالنا بتحكي إنه أمامه طبق موزة أو حاجة أو لا لا أنا هاخد واحدة بس نعم ويبتدحك نعم يعني هي بتدحك إزاي يعني يعني تفضل طبعا لأنها شايفة ده لا تبلك إنها نعم فالواقع أيضا من هنا شيخ المنعم إسرائيل تمارس حرب غير الحرب على الأرض هي تمارس حرب إعلامية بشكل كبير جدا أنت تعلم الآن أن هناك تعتيم إعلامي لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا للفيسبوك في أن أي خبر يتعلق بالحرب على غزة أو يتعلق بالأخبار التي تأتي من هناك يتم تقييدها وحضر هذه المنشورات وبالتالي هناك كثير من أصحاب الصفحات الكبيرة على مواقع الفيسبوك والإنترنت تم حجب صفحاتهم تماما حتى لا يصلوا إلى الناس بالحقائق يعني أو أبرتك في الجزئة السابقة عايزة كامل حتة تفضل نحن المسلمين يجب أن ينصح بعضنا بعض تفضل والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وجد أمرأة مقتولة في الغزو فأنكر وقال ما كانت هذه لتقاتل يعني ما عندناش حصانة زي ما نبقى النحية التانية طالما أنهم يقاتلون وأنت قاعد أو أنت مش قادر لا تنكر عليه مشان لا بالعكس نحن ننكر عليهم عشان يبقى جهدنا شرعي مئة بالمئة وبالتالي بعض الصور صغيرة جدا كان فيها نوع من التعامل غير الجيد مع الأسر بس دي عشان أمريكا أو إسرائيل أو أي حد يتكلم عليها نقول له أين حمرة الخجر أنت دي بزعالك ومش بزعالك إزلال الكبار السن هم رايحين يصلوا في المسجد الأقصى اللي العالم كله عامل اتفاقية أن ده هو قلوب القضية وده يظل من المقدسات الإسلامية إزلال اللي رايح يصلي منع الشباب لا أول ما يروحش غير اللي فوق 30 اللي تحت التلاتين خايفين يعني يربع عليهم حجارة ولا حاجة نعم وبعدين بقت 40 50 60 70 طبعا في كم واحد في كل شعب فوق السبعين واللي فوق السبعين ده كم واحد منهم قدر على المسجد يستطيع المسجد صحيح أنت بتفضي المسجد تماما نعم فأنت حتيكي النهاردة واحد في حرب وبعد ما أثر واحد مش عارف ده خبطه إزاي مع أننا نقول وإنت بتقسره ده حرب نعم شلت حركته بقى تحت إيدك أحسن إلي نعم وبالتالي إحنا مع بعض نقول المشهد 3-4 دول اللي هم لا يمثلوا أي درجة خالص يعني ومع هذا نقول كنا نتمنى أنهم ما يتواجدوش لكن يجي حد غير بقولك هذه الوحشية اللي قلت الدرس دي وحشية اللي انتوا بتعملوه إيه الكيان اللي الصهيون بيعملوه وانتوا بتأيدوها تبعاتوا أساطين بتحميها صحيح وتوقفوا قرارات الإدامة الباهتة في الأمم المتحدة كما تفضلت أين حمرة الخشي ستعملوا حق الفيتو ضدها نعم وبالتالي لا إحنا ومع ذلك سنظل نحن إذا وجدنا أدنى درجة انهرف عن ما يأمرنا به ديننا نقول لمن يجاهل جزاكم الله خيرا أنت تجاهل أنت يعني يعني قمت بالواجب نيابة عنه أنت وأنت 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 وجزاكم الله خيرا أتمم عملك واجعله كاملا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمجاهدين وكانوا مجاهدين وكانوا صحاباته وكان وكان إن قتل دي واحدة بس قتل هذه المرأة لم يكن وطبعا برضو عشان تبقى فإذا فقهية النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كانت هذه لتقاتل العلماء من هنا قالوا إيه يبقى قتل النساء لأنهن لا يقاتلنا طب نساء البني صهيون يقاتل نعم يبقى عوما كان رجال يبقى لكن طبعا الأطفال وغيرهم لا والأسير رجلا كان أمرأة طالما سيطرنا عليه نحسن إليه وفي المقابلة كان هناك مشاهد لتسليم الأسرة لإسرائيليين بطريقة محترمة جدا لا وإلا جنود أعمالين يراعوا الأطفال صحيح اللي في الأسر وكذا 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 بلا شك لو حطينا الصورتين جنب بعض هنقول أنه فرق شاسع جدا 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 مع أن الطرف الفلسطيني طرف مشحون بالغضب صحيح وحق له نعم يعني مشحون ومع هذا بفضل الله بصفة عامة الأداء اتسم بضبط مشعل الغضب هذه الإحسان إلى الأسرة هو الأصل والافتفناء كان يسير للغاية نعم مشاهد بقى التذبيح الأطفال والكلام ده ده إخرج مش عايز أقول أخرجه اليودي لأنه إخرجه اليودي كان يبقى كويش شوية لكن هي كفبة نعم مكشوفة قوي أمرر بيها بس مرروا بيها الضرب العنيف جدا اللي استعملوه في أول يومين واستمروا عليه بقى رغم أن الكتب بقت لغت نعم ترجمة نانسي قنقر